فعشان كده الاهلي سريعا بعد ما اعلنت القرع بهذا الشكل بدأ الاهلي في مكتبات رسمية للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. وأتمنى على الاتحاد المصري أن يسارع بالقيام بهذا المهم. لأنك أولا بتحفظ على استقرار المنتخب الوطني فنيا ونفسيا لأنه من الصعب جدا قبول أن المنتخب هيلعب بدون لعيبته الاهلي. ومن الصعب جدا جدا قبول أن الآلة يلعب بدون الدوليين اللي عنده ويقوله في منتخبات بلادهم. فأنا أعتقد أنه المعنى بحل المشكلة في الأساس دلوقتي. المهندسة أحمد مجاد رئيس اللجنة السلسلسية اللي بتدير الاتحاد الكورة. أنت عندك تعارض بيّن ما بين فريق بيمثل الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. ومنتخب البلد اللي حيشارك في كاس الأمم الأفريقية. إلا إذا كان فيه تحت السطح زي مع المهندس عاد الأشار. أم بقى عن احتمالية التأجيل لكاس الأمم. بس حتى ده يؤلن. يعني ما تتسبش الأمور بهذا الشكل. ممكن جدا كاس الأمم تتنقل من الكاميرا عشان صعوبة الملاعب اللي ما جهزتش. بس تروح في أي حتة في نفس التوقيت. شوف تحت السطح كويسة الكلمة دي. يبدو أنه تحت السطح هنتعرض له كتير المعارضة. لأنه تحت السطح ده محيارنا جدا في كتير من الأمور اللي هنتعرض له. لما نيجي ننقش كل حاجة في معادها. في ملاحظاتنا طبعا على البطولة كاس العالم للأندية. اللي لازم برضو تاخدنا من التركيز وتاخدنا من الفرحة. وتاخدنا من الاهتمام والنشوة بلعبة هذه البطولة الهامة. إلى دهليز الحيرة والتساؤلات. ونفضل لآخر يوم بنجري عشان نحل مشاكل. كمان بالنسبة لمباراة الصوبر الأفريقي. اللي قالي بطل دور الأبطال. هيواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. الاتحاد الأفريقي أعلن عن إقامة البطولة خلال شهر فبراير برضو. وقال إن العاصمة القطرية الدوحة حتستضيف هذه البطولة. كما أنها تستضيف ابتداء من هذا الأسبوع بطولة كاس العالم. أنا عندي اقتراح برضو عشان يعلق جملت. يعملوا برضو الكاس ده وقت كاس العالم للأندية. خلينا نقص. تروح معاها بنفس التوئيد. تعرف إن دور المجموعات هيبدأ في فبراير كمان؟ ده بطلوب إن في فبراير المباري يبقى 35 يوم مش 28. فبراير. رب إن يوصر على فبراير. طيب عموما هذا التعارض أعتقد ما لوجه حل إلا عند الاتحاد الكورة. اللي لازم أن يطلع بدوره خاصة إنه جمعية العمومية للكاف لسه منتهية في القاهرة. المسؤولة للاتحاد الأفريقي أشاروا إلى إنه الكاميرو ممكن تبقى جاهزة على استضافة البطولة. طيب وبعدين إذا كانت الكاميرو تبقى جاهزة ماذا عن هذا التعارض؟ مسألة تحتاج لتدخل سريع. والحقيقة الاتحاد الأفريقي كيف يقبل هذا؟ يعني كيف يقبل هذا؟ إنه يبقى فيه هذا التعارض لإنه فيه استهانة بمسابقات الاتحاد الأفريقي. يعني وبعدين ممثل الأفريقي ما يمون برضو. طبعا.